تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجزء لأهم الأخبار من تلفزيون الجزائر بداية غادر رئيس الجمهورية فينزوليا البوليفارية السيد نيكولاس مادورو صبيحة اليوم غادر الجزائر بعد زيارة عمل وصداقة دامت يومين أجرى خلالها محادثات مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكان في توديع الرئيس مادورو بمطار هوري بومدين الدولية الوزير الأولى السيد أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء من الحكومة هذا وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد خص أمس الرئيسة الفنزولية باستقبال رسمي بمقرر رئاسة الجمهورية أجرى بعده رئيسان محادثات على انفراد توسعت بعد ذلك لتشمل وفدي البلدين زيارة العمل والصداقة التي أجرها رئيس جمهورية فينزوليا البوليفارية السيد نيكولاس مادورو إلى الجزائر ميزها الاتفاق على تقوية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفنزوليا وتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية تفاصيل الزيارة مع إلهام عاشير استقبال مميز ذلك الذي خص به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضيف الجزائر الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو استقبال يحكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين كيف لا والرئيسان عبد المجيد تبون ومادورو يؤكدان مجددا على المضي نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتنوعه إلى مجالات ترقى إلى تطلعات الشعبين الصديقين وأولى ثمارها فتح خط جوي بين الجزائر وكاركاس بقرار سيد من السيد رئيس الجمهورية زيارة مادورو إلى الجزائر أبانت عن توافق تام في وجهة النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية مع ضرورة إيجاد الحلول السياسية للأزمة في شقيقة ليبيا وخلال الزيارة أيضا يتجلى البعد التاريخي الذي يعد القاسم المشترك بين بلدين مشهود لهم بالمواقف التاريخية الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم تعلم نيابة والجمهورية لدى القطبة الجزائية الوطني الاقتصادي والمالي للرأي العام عن فتح تحقيق ابتدائي من الوقاعدات الطابعي الجزائية بتكليف مصالح الضبطية القضائية بتاريخ الثانجوان 2022 من أجل تحديد المسؤولين جزائيا بوقع فساد أدت لإلحاق الضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص رحلة للباخرة الجزائية باج مختار ثلاثة من ميناء مارسيديا بفرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ الثانجوان 2022 والتي كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط رغم أنها تتسع لألف وثمانمائة مسافر وأكثر من ستمائة سيارة بالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل للرحلة حيث تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين ألف كاف المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ألف كاف رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة با كاف المدير التجاري للمؤسسة ذاتها شين ألف نائب المدير العام للشركة لام فا رئيس خلية تطوير أنظمة الأعلام الآلي المتعلقة بالحجوزات فا ميم رئيس الإدارة العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا حا ألف رئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا وبعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ التاسع جوان الفين واثنين وعشرين حيث تم متابعة المتهمين المنوهي عنهم أعلاها وكل من يكشف عن التحقيق من أجل جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير مشروع لممتلكات أو أموال عمومية استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو بخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق أوامر بوضع المتهمين ألف كاف وألف كاف وبا كاف رهن الحبس المؤقت والأمر بإخضاع المتهمين شين ألف ولامفا بالالتزامات الرقابة القضائية أمر وكيل والجمهورية لدى محكمة الوادي بفتح تحقيق ابتدائي خالصة إلى توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم وإحالتهم على السيد قاضي التحقيق بتهم محاولة تسليم مواضيع وأجوبة امتحانية شهادة التعليم المتوسط بواسطة مجموعة من الأشخاص وإساءة استغلال الوظيفة وتحريض الموظفين على استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وذلك إثر بلاغ مقدم من طرف المسمى فا نون رئيس مركز الامتحان ببلدية سطيل إلى مصالح الضبطية القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير مفاده قيام المسمى عين عين نائب بالمجلس الشعبي الوطني بأسال له ظرف محمول من طرف قائد فرقة الضرك الوطني بن يابا با ألف تتضمن ورقة إجابة نموذجية لمدة الرياضيات الخاصة بامتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022 لإبنته المترشحة بالمركز ذاتها وبعد سماع المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر أوامر بإداعي المتهمين عين عين وبألف رهن الحبسي المؤقت وأمر بوضع المتهمين قاف كاف وممصاد تحت نظام الرقابة القضائية بولاية البويرة وخلال حفل تخرج الدفعة الرابعة للأئمة المدرسين من المعاهد الوطنية للتكوين المختصصين للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي أمسي على أهمية دوري الإمام كمصلح في تقوية صفوف المجتمع بن مهدي أكد أيضا أن الجزائر أصبحت الوجهة المفضلة للعديد من الطلاب الأجانب خاصة من آسيا وإفريقيا ومن دول عربية أخرى في أخبارنا الدولية أودعت منظمات حقوقية دولية أربع شكاوى ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لثلاثة معتقلين ضمن مجموعتين أكاديم إيزيك ورفاق الشهيد الولي وطالبت هذه المنظمات الاحتلال المغربية باحترام قرارات لجنة مناهضة التعذيب والإفراج عن جميع السجناء المحكومي عليهم ظلما على أساس اعترافات منتزعة عنوة تحت التعذيب في المغرب وبفعل الارتفاعي الكبير والمتواصل الذي تعرفه أسعار الطاقة والمحروقات هناك صعدت أحزاب مغربية من لهجة الانتقاد والمعارضة والتنديد بفشل أداء نظام مخزن على الحكومة باعتبار أن تضارب المصالح الذي يميزهما بات بشكل خطراً على الدولة والمجتمع هذا وأبرزت تقارير حقوقية محلية ودولية تورط رئيس حكومة نظام المخزن عزيز أخ نوش تورطه في أكثر من ملف فساد واستغلاله منصبه كونه الفاعل الأول في قطاع المحروقات بامتلاكه محطات وقود إحدى الشركات نختم بأخبار الرياضة حيث فاز أمس المنتخب الوطني للمحليين بثلاثة أهداف نظيفة أمام منتخب كوديفوار وهذا ضمن دورة الدولية الويدية التي تحتضنها الجزائر هذا ويلعب المنتخب الوطني مباراتهم الثلاثة والأخيرة يوم الاثنين المقبل أمام السنغال نهاية الموجز نلتقي على رأس الساعة في نشاط المفصلة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة